سنوات من الغيابة الطويل جدا جدا واحد من افضل المحترفين الاجانب اللي لعبوا في الدولة المصري تحديدا في نادي الزمالك في فترة التسعينات اسماعيلة كوليبالي نجم نادي الزمالك السابق والمديل الفني المنتخب مالي تحت 17 سنة الفائز ببرونزية كأس العالم بعد تخطي مين بعد تخطي المنتخب الارجنتيني مالي عندها مدارب كبير جدا ولعب عظيم اسمه اسماعيلة كوليبالي يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير على الجميع واشكركم على دين مقدمة انا بس بداية عايز اقولك ان احنا لما نزلنا التنويه على وجودك النهاردة معانا الجماهير المصرية بشكل عام وليس فقط جماهير نادي الزمالك كانت في منتهى السعادة انها تشوف واحد من افضل اللاعبين اللعبوا في الدولة المصري مرة اخرى في لقاء تلفزيوني فتحيات كل الجماهير المصرية لك بداية حقيقة الامر انا سعيدا ايضا بكوني معكم هنا على التلفزيون المصري زمالك وجمهوره هم جزء من حياتي لا يمكن ان انسى هذه الفترة التي امدتني بالنجومية وبالامل استمرار مشواري في الخارجة مرة اخرى اشكر نادي الزمالك وجمهوره واشكر مصر كلها على الفترة التي انضيتها هنا في مصر ولا انسى ايضا مباريات الاهلي والزمالك حيث كانت مباراة كان يطبعها الجميع ولا انسى ايضا هدفي الذي سجلته في الاهلي في العام 1999 انا فكر الهدف ده كويس كويس جدد من ساروخية يعني واحدة من افضل التصويبات اللي شفناها حتى فيها الدوري المصري انت تحديدا تذكرت مباريات الديربي ومباريات الزمالك والآله هل تتذكر اي مواقف في هزي المباريات بجانب طبعا هدفك العظيم ده اتذكر الكثير من المواقف ولكن هذا الهدف تحديدا كنا دخلنا هذه المباراة في ظروف صعبة حينما واتذكر هذا الديربي الكبير وانا سعيد جدا بتاكيد بهذا الهدف الذي سجلته وتذكره حتى الان هل كان فيه كان وقتها كان معروف ان انت اللي هتشوت الكورة ولا كان القرار وليد اللحظة كان فيه حد هتشوت مكانك ولا هو كان مترتب ان انت تشوت لا بالتأكيد كنت انا المخصص لتزديد لانا كان معروف عني انني اسجل من التزديدات ومن الكرات الحرة بمجرد ان حصلنا على الفاول امسكت بالكرة وكنت عازما على التزديد من اول مرة وهكذا وضعت فيها كل قوتي وكنت بالتأكيد في غاية السعادة حينما وجدت هذه التزديد القوية تسكن في شباك الاهلي وهذا الهدف مصدر فخر لي حتى الان